نقطة تانية الحقيقة ودي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة يمكن إحنا يعني زي ما بكلم حضراتكم على دور لجنة الانضباط وبتكلم حضراتكم على واحد من أعضاء اللجنة الخمسية هو نصاً كابتل محمد فضل قال القاتي قال ما فيش حد أكبر من القانون واللي أخطأ لابد أن هو يعقب نفس المبدأين دول إحنا متمسكين بيهم جداً إحنا كنادي أهلي مش إحنا كنادي أهلي أنا هنا بتكلم بلسان النادي الأهلي أو بإدارة النادي الأهلي إحنا نطالب أيضاً بتطبيق المبادئ دي مفيش حد كبير على القانون ومن أخطأ لابد أن يعقب وفي هذه المسألة تحديداً وقعت كهرباء أنا بقول لحضراتكم أنه مش محمود كهرباء هو في المواجهة لا النادي الأهلي هو من يقف في المواجهة ومستعد للتصعيد بأي شكل من الأشكال حتى الوصول إلى الفيفا الفيفا اللي اختارت اللجنة الخمسية عشان يديروا شؤون اتحاد الكرة في مصر قولاً واحداً الأهلي هو من سيواجه كنا نتمنى أن لا تتطور الأمور لهذه الحد أو لهذه الدرجة وعلى اعتبار طبعاً أنه كمان محمد فضل واحد من أبناء النادي الأهلي لكنه للأسف هو اللي اختار الطريق الصعب هروح مع حضراتكم سريعاً جداً لأسبانيا وفي كلام كتير جداً على كرة الأسبانية في حلقة النهاردة الحقيقة يمكن بس الموضوع ده خدنا بس كان لابد أن نحط النقط فوق الحروف ونوضح الموضوع بكل تفاصيل واللي جماهي النادي الأهلي وقع معلش الشيء بالشيء يسكر للأسف الشديد للأسف وأنا كنت أقول لحضراتكم أن الواقع دي لها دلالات تانية كيف تدار الكرة المصرية في هذا التوقيت أنا عايز أقول لحضراتكم هذه المعلومة من مصدر موصوق منه وأنا ما كانش ممكن أعلنها على شاشة الأهلي إلا أنا كنت متأكد منها بنسبة 100% محمود عبد المنعم كهربا تم استبعاده من معسكر المنتخب الوطني على خلفية الإشكالية اللي حصلت مع محمد فضل وكابتن حسام البادري تلقى اتصال من محمد فضل وعمر الجنيني طلبوه باستبعاد كهربا وهو ما تم الموافق عليه وتم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من معسكر المنتخب الوطني بأي منطق يعني بأي منطق إذا كنا نحن نتكلم على مسابقات قوية وأنداء قوية تصب في النهاية لمصلحة رياضة المصرية وتصب في النهاية لمصلحة منتخب وطني قوي قادر على تمثيل الدولة المصرية بأي منطق يتم استبعاد لاعب لتصفية حسابات شخصية كان من الممكن جدا يكون مفيد للمنتخب في نفس التوقيت في نفس التوقيت اللي بيتم ضم لعيبة تانية مشاركتش ومش موجودة على الساحة أولى في المشهد الرياضي بقالها فترة حسابات بتطرح كتير جدا من علامات الاستفهل